أمريكي دونالد ترامب يأبى التخلي عن كرسي الرئاسة رغم الإعلان عن انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة ويبدو أن المعركة القضائية التي يخوضها ترامب للطعن في نتائج الانتخابات لتمضي وفقاً لمخططات فريقه فحتى الآن خسر الرجل سلسلة من الدعاوة القضائية آخر فصول هذه الهزائم أعلن عنها قاض في المحكمة الاتحادية بولاية بنسلفينيا عندما رفض مزاعم حصول تزوير انتخابي كما انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلوكي أكبر مقاطعة بولاية ويسكنسن بحصول بايدن على المزيد من الأصوات ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكنسن لكن الوقت يمر ومن المقرر أن تصدق الولاية على نتيجتها الرئاسية يوم الثلاثاء جورجيا انضمت بشكل رسمي لقائمة الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب فقد تم الإعلان عن بايدن منتصراً فيها بعد إعادة فرز الأصوات في الانتخابات وبالرغم من إعلان بايدن فائزاً بولاية أريزونا يعتزم الحزب الجمهوري تقديم دعوة قضائية جديدة للمطالبة بالتدقيق في بطاقات الاقتراع لتحديد ما إذا كان قد تم فرزها بشكل صحيح أم لا أما في ولاية ميتشيغان التي كان يعاول عليها ترامب لقلب نتائج الانتخابات فقد أعلنت حملته عزمها على سحب الدعوة القضائية التي رفعتها للطعن في نتائجها في نيفادا كذلك رفضت قضية طلباً قدمه فريق ترامب لوقف المصادقة على نتائج انتخابات الولاية بوادر الإخفاق باتت واضحة بحسب مراقبين بعد خسارة ترامب أزيد من 33 دعوة للطعن من أصل أربعين وقد يكون أكثر ما يلخص هذه الخسائر المتوالية ما أكدته محكمة الاستئناف في بنسلفينيا حين قالت إنه حتى لو سحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محام ترامب فإن ذلك لن يؤثر في فوز بايدن بأغلبية أصوات الولاية